من أمام القصر الجمهوري بمحافظة مأرب نظم عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين وقفة تضامنية مع الصحفي عبدالخالق عمران للمطالبة بإطلاق سراحه وجميع المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوق في الوقفة استعرض المحتجون الحالة الصحية المتدهورة للصحفي عمران نتيجة تعرضه لأنواع شتى من التعذيب قد تتسبب بإعاقته خاصة بعد إصابته البليغة في العمود الفقري تقول أمهات المختطفين إن الميليشيا ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج كما يقولنا أيضا إن العشرات من رفاق عمران في المهنة والمعتقل يعذبون وبات جميعهم مصابون بالهزل والضعف الشديد نناشدكم بوضع حد لمعاناة أبنائنا المختطفين والضغط بكل إمكانياتكم حتى يتموا الإفراج عن أبنائنا مزيدا من المناشدات ولا شيء يتكرر معها سوى الانتهاكات لتبقى أمال المختطفين وذويهم معلقة بيوم طال انتظاره ترجمة نانسي قنقر